بما أننا ذكرنا أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم جمعة يوم عظيم عند الله تعالى وقلنا بالأمس أن اليوم والليلة فضلهم واحد وأن الله يعطق ستمائة ألف شخص من النار في يوم الجمعة وليلته في كل ساعة بكل ساعة يعني الآن بهذه الساعة الله فاتح الباب عام العرض أنا مستعد أن أعتق من النار ستمائة ألف شخص منه يريد الله يعتق من النار فليدعني لكي أستجيب له وكلنا نحتاج العتق من النار العتق من النار يعني تطهير من الذنوب يعني طبيعي للصفحة من مننا لا يحتاج أن يبيض صفحته في فرق بين الموالي لأهل البيت الذي يأتي يوم القيامة وصفحته فيها عشرين ألف ذنب صحيح إن شاء الله تدركه الشفاعة إن شاء الله إذا ما كانت الذنوب ذنوب يعني تأذي أهل البيت عليهم السلام بس أكو فرق بين هذا وبين ليأتي ألفين ذنب بصفحته السيد رضا الهندي قال رضوان الله عليه سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر هو كهفي من نوب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر مو معناها أنا ارتكبت المعاصي متعمداً لا يقول أنا شخص وقعت بمعاصي صحيح عندي معاصي